مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرتكم الجو بزا اللي يطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذا نبدأ وهذه الورقة الجو بزا لنهار اليوم بالصورة اللي اخترناها لكم نروح بكم لهذه المنظر الجميل بالضبط من الجزائر العسيمة بالنسبة الوضعية المرتقبة إن شاء الله أمطار إن شاء الله رح تكون في الموعد نهار الغد إن شاء الله على الولايات الشرقية على عناب الطارف سكيكدا القالة كذلك درجة حرارة رح تنخفض مقارنة الأيام فيتا خاصة على ولايات الهضب العليا للجليد سيكون في الموعد نقول المشاهدين الكرام ومستعملي الطرقات خاصة مع الفجر الحيطة والحذر لأن هذا الجليد سيؤدي بطبيعة الحل إلى انزلاق الطرقات الحيطة والحذر مشاهدين الكرام نعود ونرجع الوضعية إن شاء الله مع الفجر كما أسبق وذكرنا استقرار جوي على الولايات السحلية الوسطى والغربية كذلك سحب كتيفة إن شاء الله تكون في الموعد على أبواب الصحر درجة الحرارة إن شاء الله وبإذن الله مع فجر نهار الغد الأحد نسجلو تسع درجات على البويرا درجة واحدة على البيض المشرية ونعامات الحق صفر درجة كذلك على الجلفة الغواتية كذلك إذن بروضة رح تكون في الموعد على ولايات الهضب العليا أربعة إلى تل درجات على سطيف باتنا خنشلا تم درجات على غردايا تنتقص إذن بدرجة واحدة على ورق لاتقرد حسيب سعود حسيب ركين إذن بلسبر وضعية المرتقبة إن شاء الله بعد ظهيرة نهار الغد الأحد سحب كثيفة على الولايات السحلية الوسطى كذلك تبقى أبدا إن شاء الله في الموعد على عمنا باتافسكيك دالقالة إذن أجواء غائمة على الولايات الداخلية زواب عرمنية نشيطة على غردايا زلفنة وبريان درجة حرارة إن شاء الله وبإذن الله لنهار الغد بعد الظاهرة درجة حرارة فصلية تبقى طالعا نوعا معلوم عدلها الفصلي خاصة مقامة بأيدا من فيتاع الجزائي العاصمة وضواحيها ستا عشرين درجة بأقصى الجنوب حلبحة إن شاء الله مصطرب على إذن طول الشريطة الساحدي مع اتجاهات الرياح مختلفة لنحن نختم معاعد نشرتكم جوية رئيسية لنهار الغد نختمها معاعدكم الفلكي لشرق وغروب الشمس نقولكم فهراء ممتعة بقاء الله خير تهراء في حتكم